سلام عليكم اهلا وسهلا بكم ازايكم يا احلى واجمل فانيليات يا رب دايما تكونوا بخير باذن الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة اوي 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 للبيتيفور البيتيفور المظبوط اللي هو فيه سنة ارماشة خفيفة لكن اول ما تلمسيه كده ببقك تلاقيه بيدوب دوب ببيتيفور تحفة مظبوط وحلوة اوي يلا بينا نشوف الوصفة علشان نعمل ببيتيفور طعمه تحفة فاحنا هنحتاج تلات مكونات اساسية اولهم الدقيق والزبدة والسكر واكيد طبعا البيت والفانيليا بس الاساسي معانا هم تلات مكونات دول عصب الوصفة نيجي الاول حاجة للزبدة الزبدة اللي معايا انا معايا طبعا تلات انواع من الزبدة يا اما هتستخدمي نباتي مثلا زي فرن زي جنة زي كريستال وافضلهم في الطعم بالمناسبة هي جنة يا اما هتستخدمي النوع المخلط اللي هو زي ايرلندي او زي الزبدة الهولندي او انك هتخلطي بنفسك في البيت نص نباتي مع نص نيوزلندي او انك هتستخدمي زبدة نيوزلندي صافي كده زي الفل طبعا افضل انواع موجودة في السوق زي فونتيرا لورباك المراعي انكور كل الانواع دي تحفة جدا جدا وطبعا رحتها بتبقى تحفة وبتنقل الوصفة في حتة تانية نيجي بالنسبة للدقيق اللي معايا يا اما هتستخدمي في الوصفة دي دقيق متعدد الاستخدامات بس مكتوب عليه استخراج اكتر من 72% يا اما هتستخدمي دقيق مكتوب عليه دقيق الكحكو البسكوت او هتستخدمي بقى حاجة كده فاخرة شوية زي دقيق الشركات زي مثلا دقيق الضحة او الكوسر او سنبولة الفراط او دوبيلا او خمس نجوم كل دول ممتازين بس انا بفضل الضحة لان جودته ممتازة جدا جدا وكمان سعره حني يعني هوا بالنسبة لي مثلا ب28 جنيف الكيلو فانا مش شايفة ان هو غالي دوبيلا اغلى مثلا فلا الضحة بالنسبة لي تحفر كمان لما بستخدم سكر انا بستخدم برضو سكر الضحة مش بستخدم السكر العادي كمان معايا بالنسبة للبيض انا فيه فريقين دايما في البيتيفور يا اما يعملوا البيتيفور ب3 بضات كاملين دول اللي عايزين البيتيفور يبقى مقرمش شوية كده زي البسكوت او بيعملوا البيتيفور بالصفار بس علشان يبقى يعني ناعم ودايب او زي الكحك انا بقى باخد من المدرسة دي حاجة ومن المدرسة دي حاجة وبحط انا بيضة واحدة كاملة ومعاها اتنين صفار علشان اخد النعومة وكمان في نفس الوقت يبقى فيه سنة ارمشة فاللي هجرب الوصفة دي هيعرف انها وصفة مظبوطة عارفين يعني ايه مظبوطة؟ يعني مظبوطة قوي حاجة مدروسة كده فيلا بينا نبتدي على طوله ونشوف التكنيك انا هعير بالكباية دي اللي هي كباية المطبخ العادية هعير بيها الدقيقة المفروض ان انا هستخدم في الوصفة دي كيلو ومتين وخمسين جرام من الدقيق يعني كيلو وربع بالوصفة دي بالكباية دي هيبقى عامل معايا عشر كبايات وربع معايا الزبدة هنا بدرجة حرارة الغرفة يعني مش في التلاجة طبعا عشان هي يعني شان هي طرية معايا بقت سهلة جدا في الضرب بالمضرب كمان معايا متين جرام من السكر البدرة المطحون ناعم هحطهم على الزبدة واسيبهم بقى لما لونهم يفتح ويهيش كده زي ما انتوا شايفين وبعدين هنزل البيض اللي معايا بيضة بيضة زي ما اتفقنا انا معايا اتنين صفار وواحد بس بياض هنزلها واحدة واحدة وكل ما تختفي بيضة هنزل التاني وهنزل عليهم نص معلقة من الفانيليا هسيب الخليط اللي عندي ده كده يفضل يتضرب شوية حلوين كده عشان يختلط والفم بتاعه يبقى ابيض وناعم زي الفل كده زي ما انتوا شايفه وبعدين هبدأ انزل عليه بالديء اللي عندي بس الاول هغير السلاح هشيل السلاح بتاع الخفق ده وهحط السلاح بتاع العجن لان طالما هنزل بالديء يبقى انا عايزة حاجة تعجن وانا ما عنديش كف للعجان اللي معايا بس عندي السلاح زي ما قلتلك انا هستخدم ديء الضحة وهحط 10 كبيات وربعة من دقيء الضحة هنزل الخليط اللي عندي كده في طبق اوسع عشان اضرب راحتي وبعدين هبدأ انزل الدقيء عليه بنزله على مرتين هده كده لفة شوية وبعدين هرجع انزل الكمية التانية واكمل ضرب اول ما بيختفي اول شوية دقيء ببدأ انزل نص الكمية التانية وبرضه بضربهم كويس بس مش كويس قوي يعني يا دو بيختلطوا كويس مع بعض والزبدة تغلي في الديء اللي عندي خلاص مش بكتر ولا حاجة فهو مش زي الكحك بنقعد نبسي فيه فترة طويلة لا خالص ده بمجرد بس ما بيلف العجينة كده مع بعض والديء ده بيختلط كويس خلاص عايزة اوريك القوام ده القوام على فكرة هو كان بيلزق في ايدي شوية مش زي ما هو بين في الصورة كده لا وبيلزق في ايدي شوية وده افضل قوام علشان خاطر ينزل من الكيس منك بسهولة وما يتعبش عصب ايدك اسمت العجين اللي عندي وحطيت معلقة واحدة بس من الككاو البدرة على نص كمية العجين اللي عندي او اقل شوية مش هكطر ككاو لان لما بكطر ككاو هيخلي العجين يتماسك اكتر وبالتالي هيبقى صعب في النزول من الكيس وهيوجع ايدك فانا عايزة العجينة تبقى سهلة تعالي بقى اوريكي هنستخدم امعي انا هستخدم امع 9FT او اللي هو امع الاكلير او امع بلح الشام ده بيكون مناسب جدا جدا في موضوع البيتيفور طيب هنجرب هنا مع بعض اتنين او تلاتة كده علشان خاطر ادخلهم الفرن اعمل لهم اختبار طيب انا ليه بعمل لهم اختبار عشان اشوف هل هيفرشوا هل هيفضلوا زي ما هما هل هينزلوا زبدة ولا الدنيا هتبقى كويسة معايا وهاعتمد الخليط اللي معايا وهاشتغل بيه الكمية كلها علشان بس ما هتضرش معايا في الكمية شوية اللي اختبرتهم دول لهو طلعتهم من الفرن لقيتهم اخدين تحميصة جميلة من تحت ومن فوق وهو ده اللي انا عايزاه البتيفور ما بطلعوش من فوق لونه فاتح او يعني شبه ما دخل لأ خالص انا بديه تحميصة لانه هو لو طلع معايا ابيض لأ هيطرى بعد كده وهيرطب انا عايزاه كده مقرمش وفيه سنة التحميصة دي لانها بتحافظ عليه جدا عايزة بقى وريكي الفرق بين نوعين ده كيس حلواني اللي هو بلاستعمال الواحد بتاع الكريمة مهما كان متين مش هينفع معاكي في الوصفة دي لان الوصفة دي بتحتاج الكيس اللي هو المحمل اللي من برا بيبقى جلد ده اللي هو الالماني بيبقى محمل وممتاز كده عندك فيه تلات مقاسات فيه مقاس باربعين ومقاس بخمسة واربعين ومقاس بخمسين ده كان المقاس الكبير اللي هو بخمسين وده اللي انا بشتغل به في الاكلير والحاجات دي لما بحط العجينة انا ممكن احط عجينة كتير في الكيس لكن بحط شوية صغيرين دول اللي انا بمسكهم وبضغط عليهم لان لو هضغط على الكمية كاملة هتوجع ايدي جدا فلا بضغط كمية صغيرة بكمية صغيرة وبعمل نوع فانيليا وهواريكي كمان نوع الشوكولاتة فالضغط انا بضغط ازاي بضغط واحد اتنين وبرفع في الثالثة واحد اتنين وبرفع في الثالثة ممكن تعملي ضغطتين بس صغيرين بحيث ما تبقاش عالية وزي ما تحبي ممكن تعليها شوية زي ما انا معليها كده بحط في النص واحدة بيضة الحركة دي بتبقى حركة نميسة شوية لاني بتفور الشوكولاتة ما بتبقاش عارفة هو خلص هو مخلص استوى كده تمام ولا محتاج لون كمان لانه هو كده كده لونه بني فلما بتقلبيه ما بتبقاش مفرقة قوي فاول لما بتستوي اللي هي اللي في النص اللي هي اللي بالفانيليا دي بعرف ان الطبق كله كده استوى هدخلهم كلهم الفرن وتعالوا نشوفهم بعد ما خرجوا خرجوا اهو معايا شكلوهم تحفة على فكرة ما اخدوش وقت طويل ولا حاجة بدخلوا انا على حرارة 180 وبيعد تقريبا تلت ساعة بيطلع معايا محمص وتحفة كده ومقرمش واخد لون من فوق وعشرة على عشرة ده شكلو والنقشة عليه جميلة وبينها ما رحتش ولا حاجة لان ما شاء الله المقدار مظبوط عايز اقولك كمان انه هو بيتفتت في ايدي يعني تحفة جدا جدا فيه ارمشة وفي نفس الوقت بيدوب في البقق قوي ما بتكليه فعشان كده بقولك ان الوصفة دي مظبوطة قوي قوي عشان فيها صفارين بيض وبيض بيض واحد فجمع بين الارمشة والنعومة الكمية دي عملت معايا هنا 8 صواني ما شاء الله الكمية كانت كويسة وكبيرة قوي تعالي اقولك لو انت حابة تخزنيها وهي كده قبل التزيين تعملي ايه انت عندك حل من الاتنين يا اما بيكون معاكي علبة كده صاق يعني محترمة زي دي بترسي فيها البتيفور اللي عندك وبين كل طبق او التانية بتحطي كيس بلاستيك عشان خاطر النقشة ما تروحشي ما يبقاش واحدة ضغطة على التانية فتكسرها تحطيهم في علبة بلاستيك زي العلبة التانية دي محكمة الغلق تمام فانت عندك يا اما ده يا اما ده برضو العلبة دي بتحفظها كويس قوي وعلى فكرة موفن تحفظيهم برا التلاجة او جو التلاجة الاتنين براحت القالص يعني ده بينفع وده بينفع هي بس جوة التلاجة بتحفظ عليها اكتر لو انت هتقعديها فترة طويلة تعالي بقى نشوف الجاردنش بتاعنا انا معايا هنا شوكولاتة سيحاها على حمام مائي واخدة 3 او 4 معالق من الزيت كمان معايا جوز هند فصدق مطحون بندق مطحون وعين جمل وكاجو حبات تعالي بقى اديكي شوية افكار كده للتزيين اول حاجة انا التكنيك بتاعي بيبقى سريع شوية عشان اخلص كمية كبيرة بقلب كل البتيفورة على ظهره انا مورياكي كمية صغيرة اللي هم على السيليكون مات انما انا بفرد كل التربيزة انا مورياكي بس الكادر اللي في الصورة على السيليكون مات النمنة بفرده على التربيزة كاملة بحط شوية شوكولاتة صيحة على حمام مائي في كيس حلواني وبابدأ احط نقطة في ظهر كل واحد لما بقفل عليها بقفل عليها بالتانية اللي مش عليها شوكولاتة تمام؟ ما بحطش على الاتنين شوكولاتة وقفلهم هما الاتنين علشان الشوكولاتة ما تبقاش كتير ولاقيها تطلع من الجناب ويطلع منظرها مش لطيف يعني اللي مش عليها شوكولاتة بقفل باللي عليها شوكولاتة تمام كده طبعا هكمل كل الكمية كده تعالي عشان اوريكي افكار حلوة قوي لتزين البتيفور بجيب عندي صاج وبفرش فيه ورق زبدة او سيليكون مات او كيس بلاستيك عادي كده كبير فاتحمل مص بحط البتيفورة اللي عندي في الشوكولاتة البيضة وبعدين بس لازم لازم اقشيل حواف كده الزيادات على حفة الطبق وبعدين بحطها في الفوزدو بيبقى شكلها لطيف اوي الابيض مع الاخضر بيدي يعني منظر لطيف اوي مغري اللي عين بحط برضو باللي انا عملاهم بالكاكاو وبعدين برضو بنزل الزيادة ودي مهمة اوي لانك لو منزلتيش الزيادة الزيادة دي هتنزل في المكسرات وهتبقى شكلها مش لطيفة هتبوز لك المكسرات فمهمة اوي ان انت تحطيها بعدين تنزلي الزيادة كده زي ما انا بعملها وهنعمل التقليدية بقى اللي بجوز الهند دي هوريكي كمان واحدة بغطسها كلها كلها في الشوكولاتة زي السابلي كده بس عن طريق البيتيفور برضو بس ستايل تزين في السابلي يعني وبعدين بنزل الزيادات كويس كويس وبحطها وبقى وبحط عليها والشوكولاتة ستيل لسه سايحة بحط عليها مثلا قطعة من الكاجو قطعة من عين الجمل اي نوع مكسرات كده فبتلزق عليها بوريكي هنا كمان شوية بغمسهم في الشوكولاتة البيضة بس بحط عليهم في صدق انصاف قوي فاخد كسرة او اتنين بيبقى شكله لطيف قوي ممكن بقى تغيري الفصدق تغيري الانواع زي ما انت عايزة تعالي اما وريكي طريقة التغليف انت عندك الاشكال اللطيفة دي من العلب اللي نزلت رند وموضة شكلها تحفة بيجي معها فواصل كده بيبقوا خمس فواصل فبيعملولي ست حراط كده في العلبة انا بحب احط فيها من تحت كده بلاستيك شفاف علشان لما بنرس الكحكة او البيتيفور او اي نوع من انواع النواعم بينزل بقية الزبدة او السمنة اللي فيه وبالتالي العلبة بتبقع توصل العميلة مبقعة فبيبقى شكلها مش لطيف خالص حتى العميلة بعد كده مش هتعرف تنتفع فيها فمن باب الاحسان يعني بتحطي فيها كيس بلاستيك من تحت شان لو حبت تستخدمها هي بعد كده ده بيخليها توصل بشكل لطيف وحلو قوي لما باجي ارص العلب دي انت عايزة تغري العين يعني عايزة الحاجة تبقى شكلها لطيف وحلو قوي والعلبة يبقى شكلها منمق وحلو قوي فارصيهم حراط بنفس نوع التزيين بيدي شكل لطيف هنا كمان عندي علبة شرقي العلبة دي بتاخد نص كيلو وده العلبة مرخيصة يعني كانت بخمسة جنيه العلبة دي كمان برضو علبة شرقي بس بتاخد كيلو كامل وكانت بخمستاشر جنيه فالعلب برضو رخيصة مش غالية اوفر ولا حاجة وبرضو بتدي شكل حلو قوي قوي للحاجة لما بتنزليها عندك في الشغل بتدي شكل تحف انا النهار ده خلصت خلص خلصنا مع بعض وصفة البيتيفور عايزة اقولك بس حاجة صغيرة ان انا لما وزنتهم اللي هو الكيلو ومتين وخمسين جرام طلع معايا اتنين كيلو سبعمية وخمسين جرام وطبعا ده بعد الفينش والتزيين فطبعا كان الوزنة تحفى عايزة اقولك كمان ان انا هسيبلك تحت في صندوق الوصف التسعير لكل انواع النواعم هتشوفي حلقة التسعير ان شاء الله تنتفعي بيها نورتوني شرفتوني